جهاز المخابرات الوطن العراقي جهز نفسه لهذه المتابعة وشخص من أن هناك هذه المضافتان تلوح بالإفق وهذه المضافات كانت أحد النساء ومعها أطفالها كانت ترتاد أحد المضافات حينما تكون امرأة مع أطفالها هذا يشي بأن هناك قيادي بارس وقيادي فاعل نحن نعلم القيادة الذي تم قتله اسمه أبو ملوكة كان والي الأنبار هذا كان ضمن هذه العملية سابقا لا سابقا صحيح الذي حل محل أبو همام صحيح أبو همام حل محل أبو ملوكة كان والي ولاية الأنبار وأبو همام كان يطلع بدور كبير في هذه الحركة وكان أبو همام بالمناسبة أستاذ علي حتى لا نذهب بعيد هذه المجموعة كانت تعد لأن تعطي إشارة الصفر لأتباعها من الخلايا المتربصة وكانوا يرومون القيام بعمليات داخل محافظة الأنبار وداخل محافظة السلاح الدين وداخل محافظة نينوة عمليات من أي نوع عمليات عابية هل ممكن أن تنفذ هذه المجموعة عمليات كما كانت تنفذ سابقا قبل القضاء عليها وقسم ظهرها لا 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 أول شيء التنظيم أخفق في أن يصور إصدار له مرئي واحد ثانيا التنظيم ما عادت له هذه القدرة التي كان يتمتع بها إبان دولة التمكين ثالثا التنظيم يعمل بإسلوب التواري ويعمل بإسلوب ما يسمى بالربطات رابعا التنظيم يعمل بإسلوب التبليغ غير المتناوب بمعنى أنه يرسل رسالة تصل بعد خمسة أيام تصل للآخر بعد عشرة أيام وهكذا يعقدون المشهد حتى لا يتم استمكانهم